عقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان خالد عبدالغفار اجتماعا مع وزيرة التنمية المحلية منال عوض والمحافظين بجميع محافظات الجمهورية عبر تقنية الفيديو كونفرنس لمناقشة خطط العمل لتنفيذ المشروع القومي للتنمية البشرية وأكد عبدالغفار في مستهل اجتماعه على أهمية التضامن والتكاتف بين السادة المحافظين وبين المجموعة الوزارية المعنية بملف التنمية البشرية موضحا أن إدارة المشروع لا مركزيا ممثلة في السادة المحافظين والعمل واتخاذ القرارات وفقا لمستهدفات وطبيعة كل محافظة جغرافيا واجتماعيا وأوضح عبدالغفار أن ملف الصحة والسكان وتنمية الأسرة يأتي على رأس أولويات العمل مشيرا إلى أنه لا يمكن تطبيق نموذج موحد بجميع المحافظات نظرا لاختلاف الخصائص السكانية بكل محافظة مؤكدا اهتمام القيادة السياسية بمتابعة أداء الجهات المعنية بالعمل السكاني باعتبارها قضية لا تخص وزارة بعينها بل هي قضية عمل مشترك بين جميع جهات الدولة المعنية ترجمة نانسي قنقر